سنذهب لمدينة اويم القابونية معنا من هناك موفد قناة ميديا ان تيفي الزميل نوفل عملة نوفل اهلا بك يوم تاريخ الكرة المغربية وعقدة الدور الاول اخيرا تفاك فرحة مصحقة للجماعير المغربية مساء الخير عبدالله مساء الخير لكل مشاهدي قناة ميديا ان تيفي مساء الخير لكل مغاربة مبغيش نهدر معك متأهل ما تكلمني ولكن الحمد لله الحمد لله يعني تأهل المنتخب الوطني لدور ربع النهائي بعد ان فك ربما عقدة الكودفوار وايضا تمكن من تحقيق انتصار عز ومنذ سنوات انخلت الحمد لله فرحة جماعير المغربية وهم من خلفي لحد الساعة في الساد اويم انتظروا المنتخب الوطني حتى غادر وقدموا له التحية وقدموا له الشكر وقدموا له العرفان اللهم لك الحمد انتصار تحقق بعد طول انتظار تأهل تحقق ايضا بعد ان مررنا بنكبات ونكسات ربما قهرت الجماهير المغربية الكل فرح وسعيد حتى اللاعبين هيرفي رونار قال انتقد ربما بعض الاشياء التي قيلت في حقه في حق المنتخب الوطني ولكن اليوم اثبت بان للثعلة بدهاء كبير وبان الفيل لن يتجرى على الاسد وبحمد الله المنتخب الوطني تأهل بانتظار تعرف على الخصم في الدور المقبل سواء غانا او حتى المنتخب المصري في سؤالي لللاعبين مبارك بصوفة الاحمد الجميع يقول نحن لا نهتم للخصم بالعكس الشهية تأتي مع الاكل وبحمد الله تمكننا من تحقيق نتيجة ايجابية واحدثنا قطيعة مع الاخفاقات وقطيعة مع كل الفشل الذي مر به المنتخب الوطني وتمكننا من انصاف اجيال عديدة في عالم السحر المستديرة الوطنية واليوم التأهل للدور بالنهائي سنفكر بكل مباراة على حدا اذا تجوزنا باذن الله الخصم في الدور المقبل غدا سنتعرف على الخصم اليوم سنحتفل في المساء في المقر الاقامة ولكننا ايضا سنواصل العمل ابتداء من الغد صباحا الحمد لله الجمعير المغربية على قلتها وان كانت الجمعير الافوارية اكثر من ناحية العدد ولكننا كنا الحمد لله بصوت رجل واحد من خلف الاسود من اجل تحقيق نتيجة ايجابية وهذا ما تحقق وابان هيرفي رونال ربما ان ما حدث في مباراة الكونغو ما هي الا كبوة اسد وزار الاسد من جديد امام الطوغو ومن ثم جدد الموعد امام فيلة الكودفوار المنتخب الذي ابان بوجه شاحب ربما خلال هذه البطولة ولم لا استقي معك عبدالله بعد اراء الجمعير المغربية الحاضرة معي ابل اشكر احنا ابل اشكر شوف تنتم الناو ندوزوا ان شاء الله تاني نصف النهاية ومشوا تاني نهاية اليوم السبع اغلبوا فينوا وقالوا بزيان اليون هل يمشوا فيه رسالله وغييبوا الكسر الى بغريب هل يجبوا الكسر الى بغريب هه ضلمي ههه هذه القواص هل لي ماشي قواص للكل قواص هالمرات دي ما مرات دي فلو الرمات دي فلو الرمات ماشي قواص بحمد الله فرحة جمهيرية كبيرة جدا وربما اسعد الناس في المغرب والظلمي لانه ربما ذلك الناس الذي وصف به حين يلازم المنتخب الوطني ويشجعه فاليوم لم يظهر لصراحة لأن المنتخب الوطني أبان عن شخصية البطل التي كنا نبحث عنها وبالفعل الحمد لله انتقهر الكودفوار بطل أفريقيا بعناصره القوية في كل البطولات العتيدة وإن كانت الكودفوار كما قال دوسي يتبني منتخبا جديدا ولكن على العموم الحمد لله المغاربة يطمحون بهذا الكأس يحلمون بهذا الكأس وبإذن الله بهذا الجيل سنحدث قطيعة مع الإخفاقات التي لازمت الكرة الوطنية وبإذن الله بالعمل الجاد وأيضا بالرفع من الروح المعنوية فليعلم الجمهور المغربي صراحة بأن هؤلاء اللاعبين الموجودين حاليا يتابعون كل صغيرة وكبيرة واليوم سايس وجه رسالة لأهل وقال لهم أنا فخور بنفسي أتمنى أن تكونون فخوري نبي فالحمد لله هذه المشاعر الجياش الراجل المتلو جده وبقام على المنتخب الوطني يتمتعون بالروح الوطنية فنتمنى من الجماهير المغربية الدعم والمؤازرة والمساندة وحتى الجماهير التي لديها الاستطاعة لكي تحضر إلى القابون فلتأتي وتساند في بورجونتي لنكون في العدة والعدد أقوية وبإذن الله عبد الله بإذن الله هذه المرة لن يخيب الأسود الظن وسيتابعون المسار في هذا المشوار القاري الهام ولما لا سعود لمنصة التتويج فهم رجال وأعينهم أبدا لا تخطئ منصة التتويج عبد الله ولان نترك لك الكلمة في الاستوديو أكيد فرحة هنا في أيام وفرحة في كل مكان في المملكة شكراً جزيلاً لك